أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم وقت رمضان قبلنا رمضان ونغطينا برمضان ويسألون أن يتقابل صيامنا وقيمنا وركوعنا وصلاة يا رب العالمين ويجعلنا من إعتقائي في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين يا صديديقين أنا أخذتك كثيرا أنا لم أ أستطيع انتبت بالنسبة لك أولاً لن تستطيع أن أقوم بها. أعجبتك ، أعجبت أحبابي ، أعجبتك ، أعجبتك ، أعجبتك ، أعجبتك ، أعجبتك ، أعجبتك ، أعجب أعجب ، أراه ، و أرى كل جديد من الهدفة ، و أعجبتك كثيراً. أنا كانت تحضر أو أحضر في مدينة مختلفة في حياتي. لذا قلت بأنني لم أكن لدينا الوقت للمشاهدة لدينا الكثير من المشاهدة للمشاهدة 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 لذا قلت بأنني سأقول أحد هذه الأشياء ولكن لقد قلت لك قبل أن نتحدث عن شيئا جدا اليوم ومن صفات المؤمن إذا وعده أغسط أغسط ألا سأكون أبقائم أبقائم إذا وعده إذا أبقى أنه سي تتفلق أنا أحاول أن أبقائم لذا فعلت الأحياء لتتفلق الأحياء لك أبقائم وأنا كنت أتمنى أنه سيكون أفضل من هذا وأسأل الله فإذا كان هذا مفضل فإذا اجتهدت وكان صحيحا فإذا مفضل ربي وإذا خطأت فعلاي خطأي لذلك أتمنى أن أبقائم إذا أستطلت أو أن أستطلت أو أن أستطلت بعض الأمام ولكن سأحاول أن أفعلنا وأنا أتمنى أن الله سأعلم لذلك اليوم أحدنا المقبل سأتحدث عن المقبل لطيف المقبل المقبلة بالخطأ المقبلة بالخطأ المقبلة bei الله الآن المقبلة بالخطأ لا يوجد أطلق أن المقبلة ليس لأطلق مفضل هذه آخر تستخدمات بالتالي مقبلة بمقبلة الله ونقبل că من هو أفضل الله خلاله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد معه الله أرسله رحمة للعالمين لكل الناس ليس للمسلمين فقط لكل الناس من اليوم إلى اليوم لذلك سوف نتحدث عن لكنه عيشه قصة قصة قدره 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 نحن لكي أفضل في نفسنا سوف نتحدث عن الكثير من أفضل ونحن أداء الله سوف يساعدني وإن أتمنى أن الله سوف يساعدني وإن أتمنى أن أقول هذا لذلك لذلك بداية الله سبحانه وتعالى عز وجل قدره 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 لتجعله كله وقدره في أفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الخلق أول وآخر الأنبياء وخاتمهم هو نور الله نظره نظر على كله إضافة أشياء وقد قدرهم إلى دوماعين وقضوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أجل 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 الله قادره على كل شائر يمكننا فعله لأجلسه في الأجل الأجل أيضاً يجعله أنه نسابه يقول هو مح spray محمد صلى الله عليه وسلم لقد قمت بإضافة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات لا شيء غير في نسبه لا كافرين لا كافرين لا كافرين من حيث إلى من نكاحه إلى جيدة نكاحة إلى جيدة نكاحة إلى جيدة نكاحة إلى جيدة نكاحة لذا فهي وأنه يحتاج إلى أن نعذره سيكون عمليه السمي مطلوبه حفاظه إلى رجل وعده يمكنها غير رسول لن يستطيع أن نستطيع أن نزرح أن نقل لك من نعرفه؟ هو مهدم خلاله نintaه لنساوله في الدواء وفي النظام نانحفه إذا فعلنا سنكون نعود ونعود مجددا في هذا المنزل ونعود نعوده في الأن وسن نعرفه ونحقه ويجب أن نهضع tooth You know? ونحن نتقل لنا ونحن نتقل لها ونحن نتقل لنا كما هو ينحن نتقل لنا كان قد يقول له أبترد أشتاقه إلى أحبابي أشتاقه إلى أحبابي أحببت من أحبابي حسنا إذا كان لدينا نحن نحن نتقل نعم يمكنك تقلل على رائع نعم كلام وبدء من أنه ليس نحن من نفسنا قال ، يقول، لا يمكنني to say that ولكن عندما قالت أول الخلق ، أول الخلق نورن نعم أول الخلق لا أفهمني أن أول الخلق أول نعلم أن نعلم أن أول الخلق أول بعض الشياء قالوا علي أبو طراب هو أول وإبراب ليس بأول لكن هذه هي الأول أول الخلق نورن أول خلق بهائن هناك كافرين في رسول الله أيضا لأنه لا يوجد كافرين أبو طالب كافر أبو جاهل أبو جاهل أبو جاهل لا 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 لقد قلت لن أكون مفيد لن أعرف أيضا 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 لن أعرف ماذا هو اسمه سوف يكون طويلة سوف أخذك من اسمه إلى كل مكان وأنا أريد أن تذكره وأنا أريد أن تذكره لن تذكره لأنه مفيد اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوئي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن الندر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نظار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعين ابن إبراهيم وإبراهيم من سلالة هود ونوح وإدريس وآدم ابن نظار ابن كتبت ابن نظار دعونا نرى ما قال الله سبحانه وتعالى عن سيد محمد تقريبه ومعرفته ومعرفته ومعرفة جميله ومعرفة الله أولا الله قال هو السراج المنير هو السراج المنير وقال وداعيا إلو الله بإذنه وسراج المنيرا إلو الله بإذنه وسراج المنيرا وقال الله بإذنه وسراج المنيرا وقال أيضا البشير النذير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هناك سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا 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 كل جميع المنيرا لأسيدنا محمد وقاله قال يتحدث عن ذو الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم صلاة وإنك وإنك لديك أكثر من المنيرا وقال وقاله قال الرؤوف الرحيم بالمؤمنين فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ مَا عَانَتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأْوْفٌ رَحِيمٌ هذه هي سورة التوبة حقا 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 ثم وصفاهه قال بالشدة على الكفار على الكفرة محمد رسول الله والذين معهم وأشداء على الكفار رحمهم بينهم مهم جدا على المؤمنين لكنهم مرسيون بينهم هذه هي سورة الفتح ثم وصفاهه قال الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلالة التي كانت عليهم ذات سورة الأعراف حقا حقا لذلك قال ذلك 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 طي ذلك لا ذلك 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 weisen ذلك ذلك كل الناس قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذات سورة الأنبياء ثم رفعنا ورفع له ذكرك رفعنا لك ذكرك سورة الشرحة ألم نشرح لك صدرك وعضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك ذات سورة الانشرح ثم قال لم يضل ولم ينطق عن الهوى لا يقول كل شيء ما هو إلا وحي وحي لا يقول كل شيء كل شيء يأتي من الله إلىه فكل كل شيء كل شيء يقوله كل شيء يقوله والنجم إذا هو ما أضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحي هذا هو هذا هو الوحي إلى إلا وحي وحي منه أولا لا يدعوا هذه الوحي لأولا أولا 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 نعم لنبدأ سوف نبدأ لكننا نتحدث عن بعض منه والعبادة والمشارات 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 حسنا هل هذا حقاً? نعم نعم حسنا 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 سوف نتحدث عن حقيقة حسنا دعونا سوف نتحدث عن لكنه أجل إبنه عبد المطلب لنسبب أن نعتد одного لذلك فenson يدي من أجل؟ عبد المطلب من عبد المطلب كالإبن سكان أجل إبن هاشم عبد المطلب هو مدوم هذا ليس هناك إدرادا كان عبدالطالب هو كنية أو اسمه حقاً اسمه هو شايبة الحمد ونرى من أين ذهبه عبدالطالب هو عبدالطالب ولكن هذا ليس اسمه اسمه شايبة الحمد من أين ذهبه عبدالطالب؟ دعونا نرى ما هي حقاً من شايبة الحمد إلى عبدالطالب هو أبي هاشم كان من أسيد قريش من أسيد قريش تزوج سلمة بنت عمر تزوجها في يسرب سابقاً يسرب وهي المدينة الآن وكان هو المدينة في رحلتين الشتاء والصيف كما تعلمون الآية السورة لإلا في قريش إلا في مرحات الشتاء والصيف نعلم ذلك لذلك قريش تزوجها في عبدالطالب في عبدالطالب في عبدالطالب يذهب إلى الشام لأنه يكون جميلة وفي عبدالطالب لأنه حقاً في عبدالطالب جزيرة العربية وكان جميلة لأسفل يذهب إلى اليمن الشتاء إلى اليمن وصيف إلى الشه لأسفل وكما كان على طريقه رحلة الصيف كان هاشم من أشرف ومن عادة وكان أحد جميل من قريش وكانه أحد جميل من قريش وكان جميل من قريش لذلك كان يزوجه إلى الشام في السمرة كان يزوجه إلى الشام ويزوجه إلى الشام ويزوجه شايبت الحمد يسمىه شايبت الحمد نعلم أنه سيكون عبدالله ونرى أين عبد المطالب كان يزوجه إلى الشام ويزوجه إلى الشام وعندما يزوجه إلى ياثرب من مكة إلى الشام وعندما يزوجه إلى الشام فهيزوجه لشايبت الحمد ثم هاشم بحرار أن يزوجها لذلك يساعدها مع أهل. وكانت هنا. وكانت عطاً إلى الشام لتحركة المنزل وفي طريقه عندما أدخل إلى غزة كانت موتاً وكانت موتاً هنا غزة هاشم وكانت غزة هاشم مكان يسمى غزة هاشم وكانت شافع وكانت أبداً وكانت أبداً عبد المطالب كانت فيها أمان بسبب أن يبدأ لعزه بسبب غزة هاشم فهي خيار اديه انتئول هاشم من أماناتهم وكانت عزة هاشم وكانتم عندهم وتقال تقدم بسبب عم ابو شايبه عم شايبه وكانت بحق أمان قال إن شايبه هو حقًا أصدقاء وعندما تعلم أننا لدينا مقارنة لكي أصدقائه معه لأنه يجب أن نعود إلى قريش ونعوده لذلك يجب أن يجب أن يجب أن يذهب معه أخبرت أن هذا هو تحديد من أجائي و سأذهب معه لذلك يأخذه و أذهب إلى مكة و الناس رأيته أن يأخذه و يعتقد أنه كان عبد و هو مطالب و يعتقد أنه كان عبد و يعتقد أنه كان عبد و هذا أهل من أجتب أنه كان عبد المطالب أخبرت أنه كان عبد المطالب و يرى أهل في مكة و يعتقد أنه كان عبد المطالب و هذا لهذا أهل من أجائد من عبد المطالب وبهذا لقبوه بعبد المطالب برغم أن المطالب أكد لهم أنه ابنه أخيه فإسمه الحقيقي شيبة الحمد ولكن لقبه عبد المطالب بابه هاشم بن عبد منفه بابه السلما بن طعمر عباده وزوجاته لدينا أشخاص لهم يحتاج أحد أنهم سنعة أذ Perseid سنعة مؤلاء نعم order كيف فراسة بين نفسهم سنعة مؤلاء هالة بنت وهايب صفية بنت جندب لبنة بنت هاجر نتايلة بنت خباب هاجر نتايلة بنت خباب ممتع ممنات ابنت عمر 6 منهم حسنا لذا كان لديه 6 منهم لذا كان لديه الكثير من ابنين وممتعين 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 عبدالله أبو لهب أبو لهب أبو لهب عم حمزة عباس أبو طالب وممتعين 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 صفية عتكة أميمة البيضاء أروى وممتعين حقاً وممتعين وممتعين رسول الله وممتعين وممتعين حقاً نحن نحن نقول بإمكاننا نتعيب البيضاء البيضاء الكلام الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على كون محمد هو رسول آخر الزمان وخاتم الأنبياء الذي تهتدي به الأمة وتزال به الغمة وتنفرج به القربة وتحل به العقدة فأنت الحبيب الذي ترجى شفاعته فاللهم شفع فينا نبيك وجعلنا نشرب من يدي الشريفة شربة إن لا نزمع بعدها أبداً وكيف نصفك يا نفس الله وأنت النور الذي ينير عتمة هذا الكون وأنت الضياء الذي من أجله قابة هذه الدنيا فأنت الأمان والأمن لهذا الدين وهذه الأمة بك نصير وعلى فطاك نهتدي في هذه العتمة المتظمة في النيانة هل يوجد أي سؤالات؟ نعم 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 6Y 6Y هل يوجد أي سؤالات؟ هل يوجد أي سؤالات؟ شخص؟ السؤال خالد أمضى سؤالات ً خالد أمضى سؤالات اغناء دون حتى القدرين أمضى أي أخير من أجله تنظر الانعيات على هاشم بأي رسول الله كيف هاشم بأهب رسول الله من الأسفله وأبداً كيف يتمر رأيه بعد اللحظة كيف الذي له شخصا في النيان تكون ذات مرة نعم وعبد الله يتمر في الان الذي يتمر معه هاشم بأي رسول الله يتمر ويتمروا عندما أجلون دعوني ستكون هذا حقًا 200 قسم لقد أردت أنني قد مستحي حتى أصبح 20 ولكن أستطيع أن أسألك هل أحد من تعرف عنه كان عبد المطلب لابد المطلب إنه أولا مطلب لأنها مجرد لأيها هي شيء مختلف شكس... هذا هو فريق لكن هذا صحيح بشأن المطالب لا إلهي لله هو مطالب لأيين سليب وأصدق هذا صحيح حقا فقد أرفع شيئاً لذلك عندما أرفع أن أشبه شيئاً لأخبرت نجخل نجخل حتق لإنجمنا الله أستمر اللهم إنا نحمده ونشكرك على أنك ختمت لنا رمضان بالرحمة والغفران فتقبل سيومنا وقيامنا وصالح أعمالنا واجعلنا من عتقائك من النار واجعل ختام صومنا عبادة والعيد لنا فرحة وسعادة وأنت راضي عننا ونحن في صحة وعافية اللهم بارك لنا في آخر ساعة رمضان واستجب لنا وتقبل منا أعمالنا وارفع عنا الوهم وارزقنا تمام العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك أن تجمعني وإياكم في أعلى جناته في الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب آمين يا رب العالمين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آبي وصحبه أجمعين شكرا